سائل هل تجوز الصلاة في النعال مع القدر على خلعها والصلاة بدونها؟ نعم يجوز الصلاة بالنعال روى أنس لما سئل أنس هل كنتم تصلون في النعال؟ قال نعم كنا نصلي في النعال وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات صلاة بينما هو يصلي في نعاله والصحابة يصلون في نعالهم إذ جاءه جبريل فخلع النبي نعله ورماه هو يصل فلما رأت الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعاله خلع نعالهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد من قضت الصلاة لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعت فخلعنا قال فإن جبريل آتاني فأخبرني أن بهما أذى لذا خلعتني عالي فيجوز الصلاة في النعال لكن لا شك إذا كان المسجد مفروشا فلا يبغي أبدا أن يدخل الإنسان بن عليه في فرش المسجد ويلوثه هذا إذا احتاج الشخص لذلك إذا احتاج الشخص لذلك وإن لم يحتاج لذلك أيضا لكن لا يلوث بيوت الله بنعاله مبارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر